الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة أستاذ فهد العصيمي أهلا بك على الحدث وأهلا بك في لبنان أيضا قدمت من الرياض مع هيئة ووفد كبير من أجل إغاثة اللبنانيين في هذه المحنة أشرفتم على الحاجات وأيضا على مراكز الإيواء كم هي الحاجة لمستموها وبماذا أتيتم إلى لبنان أولا أرحب فيكم أنا فهد العصيمي مدير الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان بس للتوضيح طبعا المركز الملك سلمان والفريق المكلف فيه هو الاستقبال الجسر الجوي الذي أكلفت فيه خادم الحرفين الشريفين ووليد عديل عمين حيان إرسال عدد من الطائرات إلى لبنان تحمل المساعدات للشعب اللبنان اليوم من أحد إجراءات عمل الفريق أن يكون هناك زيارات ميدانية إلى المراكز التي تستقبل هذه المساعدات ومعرفة الآلية التي تتم فيها توزيع هذه المساعدات اليوم كان لنا زيارة لأعدد من المراكز الليواء التي تستقبل النازحين من الجنوب إلى مدينة طرابلس طلعنا على الآلية أيضا طلعنا ما هي احتياجات المتضررين وبإذن الله سوف يكون هناك توزيع لها وفق الآلية المتبعة في المحافظات والمراكز الليوائية كم التمسلم حجم النقص والحاجة لهذه المساعدة؟ طبعا الاحتياجات كثيرة ولكن هناك استجابة تبدأ من كل المانحين بما في المملكة العربية السعودية المركز اليوم يعمل وفق ما وصل من المساعدات وأيضا سوف يعمل خلال الفترة القادمة حيال معرفة الاحتياجات الأساسية وتقديمها من خلال مشاريع المركز اليوم وصل طائرة سابعة من هذا الجسر الجوي الإغاثي إلى متى ستستمر هذه الطائرة؟ طبعا الطائرات اليوم وصل الطائرة هو إلا الحمد الطائرة السابعة تحمل أكثر من 27 طن من المساعدات سوف يستمر وصولها بإذن الله إلى الأثر ذا القادم وسوف ننظر فيما بعد آلية إرسال المساعدات وفقا من المتوفر من الآليات المتبعة في هذه الحالات ترجمة نانسي قنقر